احنا كلمنا على ان ده مهم جدا واني ده بيتسبب لنا ان لو انا مش قادر اعمل بشكل كويس مش حيحصل لي مشكلة طيب ايه بقى مشكلة ده احنا هنا عايزين ايه? شوف كده الصورة العليمين ده اللي عايزه. هو عايز المركاحة دي بشكل بسيط على غصن الشجرة بالشكل ده. هو عايز حاجة انت طبقا هو قاعد فيها وقدر تماجح فيها تمام? لو خدت بالك بص عمل ايه? قال لك لأ طبقا هحاول ازودها اكثر من طبقات لان كل من الموضوع يزيد كل ما هيبقى احسن بالنسباله. تمام. قال لأ انا هو قولي الفكرة ان انا عايز بارت يبقى متعلق على غصن الشجرة. انا عايز بارت ومتعلق وفيه جزء خشب. مش عايز اكتر من كده. لكن في نفس الوقت شاف ايه? انت محددت ليش حاجة? انت حكولي لحددته لان انت عايز غصن وحبال يعني عايز حبال وخشب. فهو رابطها في الشجرة ما رابطهاش في الغصن وخلاص. هل كده? السيلز جابي لليوزر عايزه? لا. طب هل الانجينيرينج قرب لليوزر عايزه? اه. بس ما ادهاش للمانيفاكشنج. فالماكشنج انت صممت حاجة والسيلز تكلم على حاجة وانت صنعت لهم حاجة تانية خالص. فبالتالي نتيجة سوق الكمنيكيشن ما بين المانيفاكشنج والانجينير والسيلز. اتقدى ان انت طلعت منتج شغال بالنسبالك. قدى الاغراض اللي انت عايزها بس مش ده اللي الناس عايزة. فبالتالي لازم انت لما قبل ما تيجي تبدأ تنفز المشروع بتاعك لازم يبقى عندك واضح للانجينيرينج دبارتمت. للسيلز دبارتمت. والاهم للمانيفاكشنج دبارتمت. دلوقتي احنا نبدأ نتكلم على مبدأ وهو وهو مسجد اتعمل في اليابان في السبعينات. الفكرة كلها فيه ان هو انا ازاي اقدر اجمع اكبر كمية من المعلومات عشان احل مشكلة اللي اتكلم عنها ازاي ادراف ها من المشكلة عشان اعرف احلها. فبنبدأ ده بيساعدين انا اقدر احدد طبيعة المشكلة وبتلق ادرا اعرف اعمل بشكل كويس. فابداي بابدأ اعمل للقاستمرز اللي عندي. بابدأ اعرف مين اللي الناس المهتمين بالمنتج بتاعيني لو قلت ان انا هعمل منتج آآ جديد. دوت بيساعد في التصميم الهندسي. ميكانيكي. التصميم الميكانيكي يعني. وقلت عايز انزل بالمنتج ده. طيب كم واحد عنده كمبيوتر كبداية في مصر? عشرة مليون. طب هلأ العشرة مليون مهندسين? لأ. مليون آآ مليون واحد مهندس. من عشرة مليون. طيب المليون مهندس دولا. كم واحد منهم متخصص في العلوم الميكانيكية? ميتين الف. يبقى انا بتوعي ميتين الف. بقى انا عرفت كده مين بتوعي. بعد كده ان انا ببدأ احدد ايه اللي ممكن يحتاجوه. ايه اللي ممكن يبقى محتاجينه في البرنامج ده? هل محتاجينه يبقى خفيف على الجهاز? هل محتاجينه يبقى سريع اكتر? هل محتاجينه يبقى فيه معينة? هل يبقى محتاج يعمل? ابدأ اشوف الناس عايز ايه? وده وقتها نرى بنزل وسط الناس. الكلام ده قريب شوية من حاجة في هي اسمها بس انا ما ارضيتش اكلم عن علشان الاتجاه ما يبقاش بس هو فعلا بيستخدم برضه ده. بس احنا بنقرب شوية للدزاين والكيو اف دي هو مساء اكبر للبزنس موضل بس كتطبيق في الميكانيكال دزاين. بعد كده بعمل اللي هو ان الفكرة كلها ان انا بشوف مين اللي ممكن ينفسني في السوق في نفس المنتجات ديت. وابدأ اشوف ايه القوة النقط القوة والضعف اللي موجودة في المنتجات دي. بابدأ من التجميع دي وابدأ اجهز المواصفات الهندسية الموجودة عندي للمنتج. بعد ما حدر المواصفات الهندسية بقدر احد التارجتز. ايه اللي انا محتاجه بالزبط عشان اضيفه عشان ابدأ انزل الخصائص بتاعة المنتج قبل معامل عاملية التصنيع. بعد ده بابعتيني بردو لمجلس الادارة. مجلس الادارة هو اللي بيختار. يا اما ان انا في مشاكل اعمل ابدأ ارجع تاني احدد اه بالزبط والخصائص بتاعته زي ما تكلمنا تعريفه. يا اما ان انا هو توافق عليه فبابدأ ديزاين. يا اما ان كله زي ما ذكرنا مسبق. طيب عايزين نتعرف على دلوقتي قدامنا. ده بيبقى الشكل بتاعه. قريب فعلا جدا من البيزنس موضل لو في حد قبل كده اتضرب على البيزنس موضلز. اول حاجة مين اصلا الكاستمرز اللي عندي? ببدأ اكتبهم زي ما اتكلمنا. الكاستمر ركوارمتز هما محتاجين ايه بالزبط في المنتج اللي هما عايزينه? طيب ايه علاقة ديت بالناس? يعني هما بيفضلوا ايه اكتر مين رقم واحد مين اتنين مين تلاتة? ابدأ ارتب. ببدأ اعمل او للمنافسة اللي موجودة عندي في السوق. بعد كده ببدأ اكتب اللي انا محتاجها ان ازاي حقدر اوصل لها. بعد كده ببدأ اربط اللي انا طلعتها للمنتج باللي الناس عايزاها واشوف انا حققت كم في المية منه. وبعد كده اشوف انا عشان احقق كل المتطلبات اللي الناس عايزاها. ده هيكلفني اقد ايه? بعد كده بعمل اهما خطوة في الاخيرة خالص ان انا بعمل ال 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 ان انا ببدأ احدد المواصفات معضها ببعض وببدأ اشوف كده انا في النهاية خالص بعد الكوست وبعد اللي انا دفعته ايه اللي اح تبقى هما وايه اللي اح تبقى مهم مهمة في المنتج بتاعي بما يناظر الـ Customer Requirements اللعندي